مرحب بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء الرابع وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله وعنوان حلقتنا النهاردة الوهابية السلفية يعلنون أنهم مجسمة وأول حاجة هنتكلم عنها في حلقتنا هو حديث الجارية وهوفكركم الأول بحديث الجارية أنه كان في الجارية سألها الرسول أين الله قالت له في السماء رح قال لصاحب الجارية أعتقها فإنها مؤمنة ونشوف مع بعض أول فيديو هنردو لكم في حلقة النهاردة الله تعالى هو خالق السماء وخالق العرش وخالق الأماكن وخالق الجهات لا يجوز أن يكون كخلقه التنزيه كله فهمه الصحابة من قول الله تعالى ليس كمثله شيء وكلام الرسول لا يناقض الآية والآيات لا تتناقض مع هذه الآية المحكمة وزي ما شفنا الشيخ الأشعار الدكتور نبيل الشريف بيقول إزاي الله خالق السماء والعرش والأماكن والجهات وإحنا لازم ننزه الله عن الأماكن والجهات وده هو مفهوم الصحابة والرسول اللي قاية ليس كمثله شيء إن الرسول لما سأل الجاري أين الله لا يقصد أبدا أن يسألها عن المكان واستحالة إن كلام الرسول يتناقض مع الآية اللي بتقول ليس كمثله شيء ويقصد إن الله في السماء اللي هي من خلق الله وخلينا نشوف مع بعض هل فعلا استحالة يكون سؤال الرسول أين الله نشوف مع بعض الشيخ الفوزان هيقول إيه في الفيديو اللي قاية لا يجوز السؤال عن الله بأين لأن أين يسأل بها عن المكان فما صحةها يعني الرسول والعياذ بالله الرسول حينما قال للجاري أين الله يكون الرسول ضال سأل الله العافية الرسول قال لها أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة فيكون الرسول إذن مخطي إنه سأل قال أين الله الله في السماء سبحانه لجهة العلو مستو على العرش كما أخبر بذلك نعم زي ما شفنا الشيخ الفوزان وهو بيقول طالما الرسول سأل الجاري أين الله فالسؤال أين الله جائز وطالما إن الجاري قالت إن الله في السماء إذن الله في السماء لأن الرسول سألها أين الله وأقرها على الجواب إن الله في السماء يبقى اللي هيعترض على السؤال أو الجواب بيقول إن الرسول مخطئ وضال الله في السماء في جهة العلو مستو على العرش ولو وجهت المكان بتكون بتخطأ الرسول لكن الشيخ الأشعري الدكتور نبيل الشريف هيرد عن نقطة دي ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هيقوليه فالذين يريدون هذا الحديث لإثبات أن الله يسكن السماء على زعمهم استدلالهم باطل وإرادهم لهذا الحديث في غير محله وهم بذلك كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وزي ما شفنا الشيخ الأشعري الدكتور نبيل الشريف قال اللي يتمسك بحديث الجارية استدلاله باطل وأصلا حديث أين الله للجارية ليه معنى تاني يختلف عن الاستدلال اللي عاوز يثبت أن الله في السماء وإن الشيخ فوزان وكل اللي يوافقوا على هذا الاستدلال كذبوا القرآن يعني كذبوا الله وكذبوا الرسول لأن استحالة أن الرسول اللي نزلت عليه الآية اللي بتقول ليس كمثله شيء يقول أين الله للجارية وهو بيقصد أن الله في مكان وطبعا السماء مكان زي ما وضح الشيخ الأشعري في بداية كلامه ونشوف مع بعض الشيخ الأشعري الدكتور نبيل الشريف هو بيوضح الكلامه أكتر في الفيديو اللي جاي كثير من العلماء من السلف والخلف ذكروا تنزيه الله عن المكان توجد عقيدة اسمها العقيدة الطحاوية مؤلفها أحمد بن سلام أبو جعفر الطحاوي هذه العقيدة مؤلفها مضى عليه أكثر من ألف سنة هذا الرجل كان من السلف الصالح من الأئمة من جملة ما قال في هذه العقيدة عن الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ما هي الجهات الست فوق تحت يمين شمال وأمام وخلف معناه الله موجود بلا مكان وعلى هذا كل الأئمة الإمام أحمد رضي الله عنه قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك يعني الله موجود بلا جهة ولا مكان الإمام الشافعي رضي الله عنه قال المجسم كافر يعني المجسم ما عرف ربه من هو المجسم الذي يثبت لله المكان وجسم زي ما شفت حضرتكم الشيخ وهو بيقول إن كتير من العلماء قديما وحديثا نزهوا الله عن المكان وبيضرب مثال بالعقيدة التحوية واللي ألفها التحوي من أكثر من ألف سنة التحوي من السلف وخلاصة هذه العقيدة زي ما بيقول الشيخ الأشعاري نبيل الشريف اللي سمعته حضرتكم إن الله موجود بلا مكان وبينقل عن الإمام الشافعي إنه قال المجسم كافر يعني المجسم ما عرف ربه الشيخ نبيل الشريف بيسأل من هو المجسم الإجابة اللي يثبت لله المكان ده بيكون مجسم وطبعا الشيخ الأشعاري الدكتور نبيل الشريف يقصد بالمجسم اللي يقول إن السؤال أين الله جائز وجوابه في السماء لأن السؤال عن الله بأين معناه إن الله جسم والجواب في السماء هيكون جسمية وتحيز وكلام ده بيأكده بشكل سريع الشيخ محمد المنتصر ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هقول لنا إيه لفظ أين الله وإجابة الجاري في السماء قد يوهم مكة الجسمية والتحيز وزي ما شفنا الشيخ محمد المنتصر بيقول لفظ أين الله وإجابة الجاري في السماء قد يوهم الجسمية والتحيز وإحنا في الحقيقة مش محتاجين شهادة الشيخ محمد المنتصر ولا أي حد على إن الوهابية مجسمة لأن هم بنفسهم بيقولوا إن هم مجسمة مش كده وبس ده التجسيم بالنسبة للوهابية أهم جزء في العقيدة الإسلامية اللي بيرواجوا لها في العالم وده اللي هيعلنه واشرحه لنا الشيخ بن راسيمين في الفيديو اللي جاي لسؤال أين الله ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي الشيخ بن راسيمين قال فإن قال قائل إذا قلتم استوى على العرش لزم أن يكون جسماً لزم أن يكون جسماً ومحدوداً ده سؤال نشوف رد السؤال ده في الفيديو اللي جاي فما هو الجواب على ذلك؟ الآن قلنا لازم أن يكون جسماً وأن يكون محدوداً نقول إذا لازم أن يكون جسماً من كلام الله فاليقول ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول إنه لا يستكى أجسام المخلوقين شفنا الشيخ ابن عصيمين قال الجواب على ذلك إن لازم أن يكون جسماً وأن يكون محدوداً نقول إذا لازم أن يكون جسماً من كلام الله فاليكون ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين الشيخ ابن عصيمين بيقول الإيمان بيستواء الله على العرش لازمه أن الله جسم مش كده وبس ده ومحدود كمان يعني الله لازم يكون جسم محدوداً فاليكون ذلك ونحن نؤمن به وهنتكلم على الفيديو ده بالتفصيل في الحلقات الجاية ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقات النهاردة شفنا في حلقة النهاردة حجة كل شيخ اللي بيقدمها ليثبت عقدته فالشيخ الأشعار الدكتور نبيل الشريف قال الله هو خالق السباق وخالق العرش وخالق الأماكن وخالق الجهات لا يجوز أن يكون كخلقه التنزيه كله فيه مستحابة من قول الله تعالى ليس كبس لي شيء وكلام الرسول لا يناقد الآية والآيات لا تتنقد مع الآية المحكمة والإمام الشفعي قال المجسم كفر يعني المجسم ما عرف ربه أو ما عرف ربه من هو المجسم الذي يثبت لله المكان مجسم وزي ما شفنا الشيخ محمد المنتصر قال لفظ أين الله والإجابة الجرية في السماء قضيهم الجسمية والتحيز ورد الشيخ الفوزان على الشيخ الأشعر الدكتور نبيل الشريف وقال يعني الرسول ولا يزب الله لما قال للجرية أين الله يكون الرسول ضل الرسول قال لها أين الله قالت له في السماء ألا تقها فإنها مؤمنة فيكون الرسول إذن مخطئ وضال أنه سأل أين الله الله في السماء سبحانه في جهة العلو مستوى العرش كما أخبر بذلك والشيخ الفوزان بيخاطب الأشعر ويقول لهم أنتم كأشعر إذا جحتتم المكان تخطئ الرسول على حسب عقدتكم الأشعرية وشفنا ابن وسيمين بيعلن ويشرح وقال أن لو أي حد قال للوهابية إذا قلتم أن الله استوى العرش لازم أن يكون جسما لازم أن يكون جسما ومحدودا وزي ما سمعته جواب ابن وسيمين وهو بيقول فليكن ذلك ونحن نؤمن به يعني نحن نؤمن أن الله جسم ومحدود ولكن ليس كالأجسام وتابعوني في الحلقة الجاية مع معركة أين الله الجزء الخامس وألتقي بكم في الحلقة الكثيرية لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقمل بعقل وإذا أرد بعقل وإذا أذكر بعقل يبقى الدين يبقى والعومة بينها وكل المساء